على خلفية تطور المعارك في سوريا جدد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بأن مسار مباحثات جينيف يمثل الطريق نحو إيجاد حل الانتقالين للأزمة ورداً على ترشح الرئيس الأسد أكد البيان المشترك بأن انتخابات لا يمكن أن تتم سوى في إطار مسار جينيف التفاوضي وبحث الجانبين أزمة سوريا ضمن أزمات المنطقة الممتدة من إيران حتى جمهورية أفريقيا الوسطى تحدثنا عن مفاوضات الملف النووي مع إيران وإمكانات العمل من أجل وقف الحرب الرهبة الجارية في سوريا ووقف العنف والفوضى في جمهورية إفريقيا الوسطى والبلدان يشهدان مأساة إنسانية وأكدت القمة دعم الجانبين الجهود الجارية من أجل التوصل إلى اتفاق شامل لأزمة الملف النووي الإيراني والحرس من جهة أخرى على وجوب تخلص سوريا من الأسلحة الكيميائية راجعنا المباحثات مع إيران حيث تمكننا من التوصل إلى حل سلمي لمشكلة قلق المجموعة الدولية إزاء البرنامج النووي الإيراني وأكدنا دعمنا أيضا لإزالة أسلحة سوريا الكيميائية وضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية للشعب السوري وأشهدت القمة الأوروبية الأمريكية بمصادقة التونسيين على الدستور واتفقت حول الحاجة لمساعدة ليبيا على مواجهة التحديات التي تعترض المسار الانتقالي وأعرب الجانبين عن الصدمة بقساوة الأحكام التي صدرت في مصر وتغط على مباحثات القمة تداعيات أزمة أوكرانيا على الصعيدين الأمني والاقتصادي واتفق على استهداف الاقتصاد الروسي إذا أقدمت موسكو على غزو شرق أوكرانيا الأزمات المشتعلة في شرق أوروبا والجوار الجنوبي تؤكد حاجة أوروبا دائما للمظلة الأمريكية وتؤكد أيضا بأن الولايات المتحدة تفقد ثقلها الإستراتيجي من دون دعم أوروبا الدائمي نور الدين الفريدي العربية بروكسل